السلام عليكم بخير. نتمنى يربي تكونوا بخير وعلى خير اليوم اجب لكم الجنواز اللي قتجي عليها بزاف وكتجي زمينة زمينة بزاف بمعنى كلمة قتجي خفيفة ونتمنى تتبعوا الفيديو التال الاخر باش تشوفوا جميع المراحيل باش نجح لكم الجنواز لانها بسيطة وبطريقة سهلة بزاف ومقادر ديالها حتى هما سهلين الجنواز غض نحتاج فيها بحرارة المطبخ. اه عندي 200 جرام ديال الدقيق الأبيض. عندي 1 خمرة حمراء اولا البيكين باودر. عندي 200 جرام ديال السندة. عندي فانية. عندي ربعات لمحالق ديال الماء دافي مع ربعات لمحالق ديال الزيت. اول حاجة نجيب الطراب. او لاخلات الكهرباء. اي غادي نهرس فيه ذاك ربعات البيضات. ربعات البيضات يكونوا بحرارات المطبخ. ونزيد عليهم. اه السكر. هنا لبنات ما درتش ميكسو حيث بزاف اللبنات قالوا لي. واش ميكسو هو اللي كيطلع اللاجين واجنون اللي كيخليها اطلع. هو اللاجين واجنون اللي كيخليها اطلع هو اللبيض خصوه اطلع مزيان مزيان. انا غادي ننخدم الخلاط الكهربائي. اه لا الصورة عاي تكون عالية. وغادي نخلي الخالط ديال اللبيض مع السكر تضاعف الحجن ديال. وانا درت البيض والسكر ودرت فانية. وغادي نخليهم تولي اللون ديالهم بيض واضاعف. اه ثلاثات المرات. اللي ما عندهاش عندها خلاطية داوي كهربائي. تدير واحد البول تدير فيه الماء يكون طيب وتحط عليه البول اللي غا تطلع فيه البيض باش يطلع لها ضغير. هنا من طلع ليدك البيض. اضفت عليه اه اه اربعة لمعه القديل الماء مع اربعة لمعه القديل. الزيت غا نخليه يضطر بما زال غير واحد دقيقة. وغادي ننطفي الخالط الكهربائي. هنا كما كتشوفوا البيض راه اضاعف عندي ثلاثة داوي مرات. اه هكا هاد القاوم هادا هو اللي كي يعطي القاوم اللي الجنواز جيء طالعه. هنا غادي ناخد الدقيق اللي عندي والدقيق الفورصة ولا الدقيق ليا قليل. غادي نخلقه على ثلاثة داوي مرات. اقال غادي اقال مرات مرات اقال مرة احدة. انا مادرته semester. افضع لرك قليل不起 пойдrutي. اصحبوا مرات اخره. هاد تغامل تصليح الممارسة اوضل بصدرق اضافات الأقوال الدقيق قاموا بقادن قادر لههم اضافة الأقوال اوضل قليلا عضو الممارسة وتضيفه اضافة الأقوال اضافة يجعل معلوم رأس البيض البيض يبقى على القوام سوف نغرب البيكين باودر 8 غ مع التخيق ونخلط بنفس العملية من الفق والتحت نضيفه من الفق والتحت بشوية باش الخالط يبقى عندكم الخيط البيض واقف باش يجيكم لجينواز من فوقها بالنسبة للبنات يجيكم لجينواز مرتفع اكثر من الكاغس ونضيفه في البيض هنا لدينا المول 20 سنتيم وفي العلو ديالو 15 سنتيم هنا كما كتشوفوا راني كان طلع من التحت الفق وكان هزت خيق حيث بقي عندي التحت وانستمر بها كتن نكمل العملية كاملة عفوا هنا من اللي دخلت ذاك الدقيق كامل في البيض هنا عندي مول 20 سنتيم على 15 دهنتوا بالزبدة قطعت واحد القرص ورق الطبخ قدرتوا ليه الوسط وفي الجناب دورت عليه ورق الطبخ قدرت نفرغ فيه ذاك الخاليط اللي عندي ديال الجين واز من اللي خويت الخاليط كامل في البول وان في المول قدرت ندخل الفران العفية مهيلة من التحت وانشعر الفق باش تحمل شوية لعشرين دقيقة بالضبط اللي خدتليها في الفران انا عدرت اغل في الفران العادي ماشي كهربائي هنا من اللي خرجات من الفران كما كتشوفوا من اللي طفل عليها الفران خليوها واحد عشر دقيق في الفران تبدال الفران يدفع عاد خرجوها باش ما ترجعش ليكم ودابة غد نقلبها في مول باش نخليها انا ما غدش نقطعها داك الساعات انا نخليها ليلة كاملة زل الصباح غد غد نقطعها ما تخافوا من انها التحجة ما تخافوا تقسح ما تخافوا التحجة حيث كانت تجير طباب بزاف كما قلت لكم من اللي طفل الفران نديرو شكو غدون نجربو بها انها طابت حتى تكون طريع بزاف كتبع بحالة ما طابتش في الفران نديرو كو غدون الاخرج ناشف صافي طفل الفران وخليوه واحد عشر دقيق تيدفع عاد خرجو لاجينواز هكا كشوفوا لاجينواز حيتها حيت لي هذا كورق الطمخ كتجي عالية وكتجيز منها بزاف وهكا نخليها نتلغد لي عاد غادي نقطعها أنا لابنات من اللي صباح الحال غادي نقطع لاجينواز غادي نجيب موس يكون ماضي غا نحاول نقطع به خسين نقطعها ثلاثة الاقراص غا نقطع ندوز للموس القرص الاول غا ندوزه من جناب غير من جناب غادي ندوز غير غادي ندير بلاسة غادي نقطعها بالخيط غادي نقطعها بالخيط باش تجيني مجادة هنا املي دوز الموس دابا غادي ندوز الخيط هندوز الخيط غير بشوية غادي نقطع لاجينواز تقطع لاجينواز متساوية ما يجيش جيهة غليظة والجيهة رقيقة هنا غادي نحيد القرص الاول كما كتشوفو كتجي خفيفة كتجي زوينة بزاف وسهلة في نفس الوقت ونفس العملية غادي نديرها مع جوج اقراص اللي بقاوا عندي غادي ندوز الموس من جناب غادي ندير بلاسة غادي ندوز الخيط وغادي نقطعها بالخيط انا غادي ندير الخيط مرة اخرى وغادي ندوزه باش يجيوني ثلاثة هاد الاقراص مجادة القرص الاخر اللي بقى عندي غادي نحيد ليه ذاك الوجه التحتاني وغادي نديرهم فيتباسل باش نخدم بهم ان شاء الله الاطاغت اللي غادي نصيب بهم انا هاد الجنواز هادي صيبتها لحسب راس السنة الامازيغية هنصيب بها كيكا لحسب السنة الامازيغية انتمنى تعجبكم او هكا جات الجنواز لبنات ما تنسوش تابونه وبنسبة لبنات للاجدادات تضغطوا على الجرس باش وصلكم كل جديد وما تنسوش خليوا ليه لايك والتعليق اللي اعجبكم الفيديو اللهم اسلام عليكم من الفيديو القادم سنوطر تليل هاد الجنواز بيلا اللهم اسلام عليكم المترجمات من الاجتماعي